اشتركوا في القناة جدا وناجحة وان شاء الله انها تعجبكم وتعملوها وتحكونا شو رأيكم فيها وخلنا نتعرف على طريقة التحضير في البداية عنا طبعا الاشي الاساسي فيها هو الجزر والجوز عنا ثلاث حبات من البيض حجمهم متوسط لهم نصف عبر التلاجة منضف لهم ملعقتين من الفانيلا نخفقهم على درجة متوسطة لحد ميت لاشة لون الاصفر منضيف عليهم كوب من السكر هلأ بالنسبة للسكر تتحكموا فيه كيف ما بتحبوا ممكن تضيفوا كوب وربا او كوب ونص انا هون اختصرت لانه نكتفي بهاي الحلة نخفق على سرعة متوسطة بعدين منزيد السرعة ليصير لون البيض مع السكر كريمي زي ما انتوا شايفين وهون بضيف بنفس الكوب كوب من الزيت النباتي وبنخفق على درجة بسيطة بنضيف عليهم كوب من الحليب السائل برضو الحليب المفروض يكون دافي نخفق شكل بسيط وهيك بصير خليط السوائل عنا جاهز بنتركه على جناب خلينا نحضر للمواد الجافة هلأ بالنسبة لهذا المقدار عنا كوبين ونص من لطحين بننخلهم كثير منيح وبنضيف لهم ملعقة كبيرة من البيكنينج باودر اللي هي بتعادل ذرفين ونص ملعقة صغيرة من الكربونات السوديوم وبنضيف ملعقة كبيرة اللي هي هون انا ضفتها ملعقتين صغار من القرفة طبعا القرفة هون فيها اشي اساسي وبتعطي نكها مميزة بعد ما ننخلهم كثير منيح بنقلب اللطحين حتى تخلط كل المكونات مع بعض خلينا نديرهم بوعاء اكبر وهون عنا مبشور كوبين من الجزر اذا بتحبوا تخففوا ممكن تضيفوا كوب وربع وعنا كوب من الجوز لمقطع طبعا الجوز هون قطعناه بسكين حتى تبين القطع في الكيك افضل ان تكون ناعمة كثير بنقلبهم مع بعض هلأ بهاي المرحلة الافضل ان نقلبهم على التحين لانه لو ضفنا الجزر ممكن نضيف الجزر على خليط السوائل لحاله بس بيصفي انه بترسل تحت بالكيكة بالكيكة خلينا نخلط نص المقدار في البداية على درجة متوسطة بعدها بنضيف المقدار المتبقي من التحين دفعة واحدة وبنقلبهم مع بعض شوي لكن على نفس السرعة بحاول ارتب كل اللي على الجوانب وهيك طلع عنا القوام للكيكة زي ما احنا شايفين خلطناها كثير منيح خلنا نضبطها بالاسباتولة بنحاول ندخل كلها تحين لعى الجوانب وبنتأكد انه ما في اشي ضل في اسفل القاع هلأ هون بنحطها على درجة حرارة 180 تحت وهون بدي احضر التغطية اللي هي عنا ملعقتين من القشطة عليهم تقريبا فنجان من السكر البودر انا تحنته ناعم وصفيته برضه بالمسفاي حتى يكون ما فيه اي تكتلات هيك الكيكة طلعت عنا من الفرن ضلت تقريبا 25 دقيقة عن جدرحتها كثير روعة وبتشحي خلينا نزينها في الخليط اللي عملنا اللي هو القشطة والسكر وهيك صارت الكيكة عنا جاهزة حتها بتشحي بتمنى تجربوها وتلعت هشة وخفيفة وما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو واذا كنت ضيوف جداد اعملوا اشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة